قد يتمكن عمال المستقبل الذين يعملون في مهنة تتطلب جهدا بدنيا كبيرا ومعرضين لخطر الإصابة أن يتركوا هذه الأعباء لروبوتات ستكون قادرة على القيام بجميع هذه الأعمال الشاقة والصعبة دون أن يتعرض العمال لأي نوع من الإصابات المحتملة في هذا النوع من المهن وطور هذا الروبوت علماء من المعهد الإيطالي للتكنولوجيا بالتعاون مع المعهد الوطني الإيطالي للتأمين ضد حوادث العمل بهدف حماية العمال من الإصابات والأمراض المهنية ويبلغ طول الروبوت 150 سنتم ويزن حوالي 56 كيلو جرام وتم تحسين أيدي الروبوت لحمل الأحمال الثقيلة ويحتوي وجهه على شاشة مرينة تمنحه تفاعلات أكثر تعبيرا وهو مزود بكاميرا للرؤية العميقة فضلا عن تقنية الاستشعار عن بعض ليدار باستخدام ضوء الليزر وبرغم صغر حجم الروبوت إلا أن تصميمه الذي يحاكي الجسم البشري يجعله قويا بشكل يكفي لتولي المهام التي تقلل من المخاطر والتعب تحديدا في قطاعات الصناعة والبناء والتعدي تصميمه يحاكي أجسام البشر لكي يستطيع العمل في نفس المساحة التي صممت للبشر لذا فهو يشغل نفس المساحة تقريبا التي نشغلها كما أنه يتمتع بقدرات مماثلة مثل التنقل في بيئات مختلفة واستخدام جميع المجسمات في محيطنا والمصممة لنا كالضغط على الأزرار وتشغيل الآلات وما إلى ذلك وفي معرض التكنولوجيا في لندن تم تشغيل الروبوت الذي سمي إيرغو كيوب عن بعض من قبل عالم في المختبر وذلك في عرض توضيحيا عن الروبوت لكي يوضح للناس أنه في المستقبل سيكون بإمكان العمال ارتداء سماعة الرأس وقفازات الـ VR لتوجيه الروبوت الخاص بهم خلال المهام الشقة قمنا بتحسين الرؤية الثلاثية الأبعاد في الروبوت كما أننا أضفنا المزيد من المستشعرات المعقدة التي تسمح له باللمس والتعامل مع الأشياء لكي يسمح لمحركه أن يشعر بالبيئة من حوله فيقوم بآداء الأعمال على شكل أفضل كل هذا يجعله روبوتا مثاليا للقيام بالأعمال الخطرة والصعبة ومع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يستطيع الروبوت التعرف بصريا على الأشياء والأفعال والتعامل مع ما حوله بكلتا يديه كما يمكن أن يكتشف متى ينوي الشخص إعطاءه شيئا ويمكنه التقاط الشيء باستخدام يديه ثم إعادته إلى الشخص